هذا الحديث نص على صحته الحاكم في مستدركه وحتى الألبان المتعصب أقر بصحته في سلسلته الصحيحة في المجلد الثاني الصفحة 465 وقال أن له شواهد عديدة تشهد لصحته الحديث في المستدرك برقم 4818 عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة قال ما هو؟ قالت إنه شديد قال ما هو؟ قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تهريقان من الدموع وهذا على خلاف ما هو معتاد الجد إذا أتي له بحفيده الرضيع الذي إلى التو قد ولد يفرح ويبتهج لكن فقط هذا الجد كان يبكي لأنه يعلم ما الذي ستحدثه أمته من بعده في حق هذا الحفيد العزيز كيف ستقطع أوصاله وهي تصيح الله أكبر اقرأوا بالتواريخ هؤلاء الذين كانوا يقتلون الحسين عليه السلام يذكر أرباب التواريخ بالمناسبة والمقاتل أنه بينما كانوا يفرون لحم سيد الشهداء كانوا يصيحون الله أكبر يعني بعنوان هذا الدين يقتل الصبت صاحب هذا الدين بشعارات هذا الدين وتتعجب من أبنائهم اليوم القوم وأبناء القوم اليوم أيضا يرتكبون هذه الجرائم وهذه المذابح وهذا الإرهاب وهم يصيحون الله أكبر صار هذا هو مفهوم الله أكبر تقول أم الفضل وضعته في حجره صلى الله عليه وآله ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تهريقان من الدموع قالت فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما لك قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت هذا فقال نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء يقول رسول الله في هذا الحديث الصحيح الذي أقر العدو بصحته يقول إن أمتي ستقتل ابني هذا ما كانت أمة النصارى ولا اليهود ولا المجوس ولا الملاحدة الذين قتلوا صبط رسول الله قالوا إنا مسلمون